وجود الإمارات في تونس الآن وهي المتواجدة في ليبيا وبالمناسبة هذا الانقلاب في تونس سيأثر على ليبيا بمعنى أنه سيخدم الطيار الإماراتي الفرنسي المصري في ليبيا أي أن انقلاب تونس سيعطي أسباقية أيضاً للجناح الإماراتي الفرنسي المصري في ليبيا الإمارات متواجدة في تونس متواجدة في ليبيا متواجدة في النيجر بانيا قاعدة عسكرية على بعد 300 كم من الحدود الجزائرية مش تواجدة في المالي هي الممور الرئيسي مع السعودية للحروب الفرنسية هناك متواجدة في موريطانيا الآن تواجد الإمارات تقريباً هي والسعودية قريب شراء وموريطانيا وزادت الآن عادة تتوسع في المغرب عن طريق ماذا؟ عن طريق احترافها بالصحراء أنها مغربية عن طريق تسهيل تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية عن طريق وصول إلى أن أمريكا اعترفت أن الصحراء مغربية بالنسبة للمغاربة هذا الشيء جيد لهم للوحدة الوطنية نتاحهم لكن بالنسبة لنظام الجزائري ليس الجزائري نظام الجزائري هذه اللعبة تحت 40 سنة راح تخرج من يديه إذا المريكان بقات وما كانوا يقولوا بلي ترامب اعتراف ترامب هذا وكان يعتقدوا أنه لما يجي نظام ديمقراطية حكومة ديمقراطية خلاص ينحيوا الاعتراف لا بقات أمريكا الآن مع طرفان الصحراء مغربية إذا النظام الجزائري وقامت مناورات قادتها أمريكا في المغرب وشاركت فيها عدد من الدول يسألوا النظام الجزائري يلقى راح ومحاصر راح للروس يروح للصين هي تروح للروس والصين لكن انت نظام الديت انتعك المعلومات انتعك العاطف انتعك انساكم ابنائكم انتم حساباتكم في فرنسا وفرنسا هي اللي تدعم في الإمارات فعندهم دايلاما عندهم دايلاما متشعبة عندهم معضلة لديها عدة رؤوس سماوين يحطوا يديهم وتحرقهم القرار ليتخذوه مشكلة ولذلك ما حدث في تونس بالنسبة إليهم معضلة حقيقية ويزعاج حقيقي كيفاش راح يتصرفوا؟ إذا انذرنا إلى وزير الخارجية العمامرة اللي هو بيونتا فرنسا العمامرة هو عميل مباشر لفرنسا وإذا انذرنا أن نظام فتحت عليه جبهة أخرى في الاتحاد الإفريقي بمعنى أن الاتحاد الإفريقي ظل المغرب بعيدة مجمدة عضويته في الاتحاد الإفريقي لمدة 30 سنة كانت تسمى أنا ذاك من منظمة الوحدة الإفريقية بعد ولا تسمى الاتحاد الإفريقي عاد النظام المغربي إلى الوحدة الإفريقية عاد المغرب إلى الوحدة الإفريقية أي الاتحاد الإفريقي وبينما كان حتى تبون قالها قالت الأفريق يقولون وين كنتوا يعني في فترة بودفليقة رام كلاونة قصدوا أن أفريقية منقسمة جزء مع طروحة الجزائر في قضية الصحراء وجزء مع المغرب في قضية الصحراء الآن ستخل إسرائيل إسرائيل متهماش صحراء مع الصحراء إسرائيل تهمها صيدامة بين المغرب والجزائر هذا وشي همها؟ الإمارات وشي همها؟ صيدامة بين المغرب والجزائر لماذا؟ لأن كي تصادموا المغرب والجزائر هذا يسهل عملية السيطرة على المغرب وعلى الجزائر بعد خوطنا المغاربة يقول لك لا لا ما تقولش هكذا المملكة المغربية تعود لـ 12 قرن يا أخوان رأيكاين الإمبراطوريات ما نشعرف قداش بقعت إمبراطوريات الإمبراطورية البريطانية الإمبراطورية الجرمانية الإمبراطورية الفرنسية الإمبراطورية الروسية الصوفياتية والنهارات واحد وكانت إمبراطورية أخنا فما تحسبوش على أشياء هكذا شعبوية اللي همنا احنا هو من مكنوش للإمارات لا تكسر المغرب ولا تكسر الجزائر واللي همنا أن قضية الصحراء ما تكونش معضلة مدمرة للبلدين والشعبين واللي تهمنا هو أن تختفي الحدود والله على الأقل لن تفتح الحدود العمامة راح يتلقى مدير العام على الخطوط الجوية الأثيوبية باش يدير خطوط ما بين الجزائر وأثيوبيا ما بين الجزائر والمغرب كل شيء مقطوع بسعرحوا الأثيوبيا قول ليش حال من جزائر راح الأثيوبيا في قرن مش في عام في قرن كم جزائري ذهب إلى أثيوبيا ما ليه يحلو كون جاء الناس يقدروا يروحوا لكن الناس اللي هم كانت أولويات لكن العمامة راح تلاقى هذاك هناك بالنسبة للنظام الجزائر عنده مشكلة الآن إذا خلى لازم يعطي تعليمات مباشرة للعمامة ولازم يعطي متأكد أن العمامة راح مش يتلعب لأن العمامة راح في النهاية في النهاية سيقدم المصالح الفرنسية اللي هي الآن مرتبطة مع الإماراتية ومرتبطة مع السيسي ومع بن سلمان ومن الخلف إسرائيل لكن داخل الجنرالات هذا مش عجبهم وحتى لما جابوا العمامة كانوا معترضين لكن جابوه الآن إذا نحاوه مشكلة إذا خلاوه مشكلة نظام الجزائري بالنسبة له عليه أن يجد واحد المصار هكذا ماهش طبيعي وهو يوفق ما بين يدعم انقلاب قيس سعيد بدون ما يكون ذلك أن الإمارات تحيط بالجزائر من كل مكان وتضعف النظام أكثر فأكثر طبعاً الإمارات لو كانت تقدر تعاود النظام هذا واللي في يدها هي هذا وش تحوس لكن هي هدفها حاجتين إذا ما استطاعش أن النظام يعاود يطيح في حجرها تكسر البلاد إذا جاء شعب الحرية والأحرار وانتصر الدولة المدنية تكسر البلاد هي هذا الهدف على الإمارات وهاني نقولها للجميع راهي إذا تكسرت الجزائر راح تكسر المغرب فالك إخوانا المغاربة يحسبوا أنها حاجة مليحة راهي مش حاجة مليحة لكن قدروا تفرحوا في الوقت الراهن أن نظام يضعف ومحاصر وكله لكن اللي راه محاصر هو مش نظام الجزائر وراهي إذا تمكنت الإمارات إما بالمكر والخبض كما كانت وسيطرت على البلاد راح فيما بعد تحاول تضعف المغرب هذا إذا ما شعلتش حرب ما بين الجزائر والمغرب ومن خلفها إسرائيل لذلك لو بقي عقلاء في النظام الجزائري أن يجب أن يجد حل مع النظام المغربي يجب أن تنتهي قضية الصحراء بما يرضي الجميع يجب أن يتم تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية مما يقوي التيار المغربي الرافض للتطبيع مع الصهاينة ويقوي التيار المغربي داخل المغرب الرافض لهيمنة السعودية والإمارات على المغرب ويقوي التيار المغربي المحب للشعب الجزائري وللجزائر وهما الأغلبية العظمى إذا بقي عقل ذرة عقل لبعض الجنرالات يأخذ قرار جذري استراتيجي بتطبيع العلاقات مع النظام المغربي وبالوصول إلى حل قضية الصحراء يستفيد منها الشعب الصحراوي في داخل الصحراء الآن أو اللي موجود في تندوف واللي رأيش في حياة بائسة ويستفيد النظام المغربي ويستفيد الشعب المغربي تنقص التوترات وتنقص الشراء الأسلحة وينقص الخوف ويستفيد الشعب الجزائري تنقص الملايير الدولارات لتروح للأسلحة وتروح لجيوب الجنرالات ويستفيد الجميع لأننا شعب واحد وإذا ما نشعب واحد كنا شعبين رأنا جيران ورأنا خاوة ونشتركه في كل شيء نشتركه في اللغة وفي العرق وفي الدين وفي المذهب وفي الطائفة وفي اللون وفي الأسماء وفي كل شيء واللوم الحقيقي والرئيسي باش نكونوا منصفين يقع على العصابة نتعلم نعم هناك مسؤولية للنظام المغربي بكل تأكيد قلنا نعطيها برسونتاج نقول هذا مسؤولين 30% هذا مسؤولين 70% إذا كان النظام ما زال عندهم ذرة وطنية وما يشوفوش الجزيرة تكسرت مع الهجمة الإماراتية والسيطرة الآن على تونس وربما أيضا إكمال السيطرة على ليبيا بعدما انهزموا ووصول المصريين إلى حدودنا ودخول أرضنا فيما بعد فليجدوا حل بينهم وبين النظام الأقرب في كل شيء وينساو هذه الخصومات والصراعات التي لمعنى لها لدي انتقادات للنظام المغربي وللطريقة اللي يحكم بها المغرب ولكن هذه تبقى انتقادات كجزائري ينظر للأمور الأمر المغاربة هما اللي يقرر مصير بلادهم كما احنا ما نحبوش أي واحد يدخل في بلادنا اللهم إلا بالرأي وبالقول هذا كل الله يسهل عليه حري التعبير احنا أيضا نريد أن نقرر مصير إذا الناس عندها ملاحظات على الطريقة اللي تدار بها المملكة المغربية على سجن الصحفيين على كين أشياء كثيرة ولكن هذا أمر فصل المغاربة أساسا وأولا وإحنا نبدو رأينا كحري التعبير وهما أيضا شاء الجزائري شأننا لكن من حقهم أن يبدو رأيهم كحري التعبير وأن يقدموا النصيح التي يرونها لكن بدون تعاون مغربي جزائري سواء ضمن الأنظمة القائمة أو رحيل العصابة الجزائرية بدون هذا فإن الجزائر والمغرب سيتم تحطيمهم ليس في أكثر من خمس سنوات لا قدر له المشروع اللي تنفذ في الإمارات ومن وراها قوة خارجية هي أن هذه المنطقة تفتت وتقسم وتجزأ وانظروا إلى المشرق العربي قالهم المغرب الكبير لي براهيكم شايفينها هام لحبوا تونس جزائر في وضع صعب من كافة النواحي ومحاصر من كافة النواحي فهل هناك عقل يستدرك الأمور أم تبقى ذحس والغبراء والخصومات ما بين النظامين في حين تمدد إسرائيلي تمدد إماراتي تمدد مصري وطبعا التمدد الفرنسي والأمريكي موجود وقد يلحقه تمدد صيني وروسي أيضا ونصبح احنا عبيد عند القوى الخارجية والقوى الكبرى أو نصبحوا في أفضل الأحوال على طريقة مصر السيسي أو ليبيا كما هي اليوم أو اليمن كما هي اليوم أو سوريا أو حتى العراق هل هناك عقول هل هناك تفكير يخرج من الخصومات والمزاحمات نتمناه ذلك نتمناه ذلك ومرة أخرى نقول لخوتنا اللي مرات يقولوا لي رأي الكورونا ومليح نتعاونوا يا إخوان والله لو نجد واحد في المية كرد فعل إيجابي وكخطوات إيجابية من طرف هذا العسابة أقل شيء كانت لازم تطلق الناس اللي في السجون الأحرار والحرائل طلقت الناس تعدروها كما وخلّاوا الناس الأحرار والحرائل رأهم في السجون أقل شيء لو كان نجد من عندهم خطوات ولا وجات متأخرة لكنها خطوات في اتجاه الصحيح وفي الاتجاه انت عدم التصعيد وفي الاتجاه تعالوا نتعاون كجزيريين كلنا لأن بلادنا في خطر والله لن نتردد وفق قواعد واضحة يعلمها الشعب أن نتعاون مع أي جهة نكون متأكدين وتكون لدينا الأدلة والشروط الواضحة بأنهم بالفعل يريدون الخير لهذه البلاد ولأهلها ولشعبها